من 150 سنة بس الطب كان مختلف تماما عن أي حاجة نعرفها دلوقتي الدكاترة كان شكلهم ولبسوهم مرعب وكانوا بيلبسوا بلاطي سودة هدومهم كان ألوانها غامق عشان تداري بقع الدم والإفرازات بتاعت المرضى ما كانوش بيزوروا بيوت الناس غن لما تكون أمراضهم استفحلت وبقوا على وشك الموت كانوا بيوصفوا أدوية ملهاش فايدة وعلاجات كان أغلبها نصب ودجل دخول الدكتور للبيت كان حاجة الناس بتتشاءم منها كان إشارا للنهاية قربت اللجوء للطب عموما كان هو الملازل الأخير والحل اللي محدش بيحب يلجأ ويمكن ده يفسر لنا المثل الإنجليزي الشهير يعني كل تفاحة كل يوم عشان تبعد الدكتور عن بيتك الناس ما كانوش بيخافوا من دخول أمراض لبيوتهم قد ما كانوا بيخافوا من دخول الدكاترة لبيوتهم الدكاترة اللي غالبا كانوا بيدخولوا البيوت وبيدخل معاهم الموت الدكاترة اللي كانوا بيعالجوا الاكتئاب بأنهم يدقوا مصمار بالشاكوش في عين المريض أو المريضة المسكينة ويخرموا جمجمتهم ويموتوا جزء من مخهم في عملية مرعبة مشهورة اسمها لوبوتومي الدكاترة والجراحين اللي كانوا بيعتبروا أن شعور المريض بالألم ده شيء طبيعي وقت الجراحة شيء ضروري وجزء أساسي من الجراحة الجراحة اللي ما كانتش بتتم أصلا غير لما المريض ييقس من الشفا وكانت بتتم بدون تعقيم ولا جوانتيات بدون تخدير ولا مسكنات وطبعا بدون مضادات حيوية متخيل نسبة النجاح أو حتى نسبة الحياة بعد العملية تبقى قد إيه؟ في أوروبا ألام الولادة الطبيعية كانت بتعتبر ضرورية للولادة والأهم أنها كانت بتعتبر قوة مقدسة ماينفعش نقللها أو نعترض عليها الموضوع وصل أن الملكة فيكتوريا ذات نفسها ملكة بريطانيا الأشهر في التاريخ احتاجت سنة 1859 أنها تستعمل نوع من التخدير أثناء الولادة وتطلع تقول لشعبها أنها تخدارت أثناء الولادة عشان يبدأ الناس في بريطانيا يقبلوا فكرة أن عادي الواحدة ممكن تاخد تخدير أو حاجة تقلل الألم وهي بتولد مش عيب ولا حرام يعني ده الملكة ذات نفسها عملت كده الأطباء نفسهم كانوا أحيانا كتير بيكونوا هم السبب في انتشار المرض والموت ينشروا الكوليرا والطعون لما يتنقلوا بين بيوت المرضى ويسببوا حم النفاس للستات بعد ما يولدوهم عشان الدكاترة ما كانوش بيغسروا قديهم ولا بيستخدوهم مطهرات وقت الولادة إزاي بقى في أقل من 150 سنة كل ده انتهت إزاي الطب يتغير وتطور خلال التاريخ وإيه اللي بيحصل الأيام دي تحديدا وهيغير شكل الطب اللي احنا نعرفه تماما ده اللي هنعرف مع بعض في العشر دقائق الجايين دول من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب البطنة والكلة قناة الدكتور يمكن لألاف السنين قبل الميلاد كان الطب ده شيء مبهم مش مفهوم ومش منظم وما فيش حد مسؤول عنه طبعا كان فيه علاج شعبي أو منزلي لكن ده كان قايم على التجربة والخطأ نظام عندك اسهال طب خد البتاع دي جرب وانت لحظك شوف هتعالجك ولا هتسممك والطبيعي وسط آلاف التجارب دي ان لازم حاجات منهم تصيب وفعلا بدأ يتعرف علاجات للعرض البسيطة حاجات زي الإمساك والإسهال نزلت البرج واللي كان بيعالج الناس وقتها كان غالبا واحدة ست عجوزة عندها خبرة في الحياة أو رجل كبير بيفهم في الأعشاب أو سحر القبيلة أو رجال الدين الطب ما كانش له صاحب وما كانش له مفهوم واضح ولا حتى المرض كان له مفهوم واضح يعني الفترات طويلة جدا كان المرض بيعتبر شيء طبيعي ومش لازم نعالجه الإسهال تطير للجسم الحمى تغيرات طبيعية وكمان بتطلع الحرارة من الجسم أما أوجاع الولادة بقى فدي جزء مقدس من عملية إنتاج الجنين ما ينفعش نعترض عليه ولإن ما كانش فيه طريقة حقيقية دقيقة لمعرفة أسباب الأمراض فكان الحل الأسهل عند كتير من الشعوب كالعادة إننا نعلقها على الشماعة اللي بنعلق عليها كل حاجة مش فاهمينها قوة خارجية خارقة المرض بيحصل نتيجة حاجات برة عننا لعنات الآلهة بقى سحر شيطين أرواح المهم إن المرض مشكلة في الروح مش في الجسم عشان كده كان طبيعي إن الطبيب يكون هو سحر القبيلة أو رجل الدين والطبيعي إنه يعالج المرض بإنه يحارب القوة الشريرة اللي سببت المرض ورغم التخلف العام ده فمش كل الشعوب كانت متخلفة زي بعضها اتفرج مثلا على قدماء المصريين والصينيين والإغريق وإلى حد ما البابليين والروماء المصريين اللي أبهروا هيريدوتس المؤرخ اليوناني المشهور أبهروا بالطب اللي كان عندهم وخصوصا بفكرة التخصص وإزاي إن في مصر القديمة كان كل طبيب بيعالج جزء معين من الجسم طبيب للعيون وطبيب لأمراض الدماغ وطبيب بيعالج المعدة وطبيب أسنان وطبيب للأمراض المستخبية لأمراض البطنة المصريين القدماء اللي عرفنا من تاريخهم أول طبيب معروف في التاريخ حسي رع اللي كان يعتبر كبير الأطباء عند مالك زوسر في الأسرة الثالثة وكمان أرينا بعض مؤلفاتهم زي برديات الكهون في طب النساء والولادة تاريخ قدماء المصريين بيقول إنهم فعلا وصلوا إعلاج بعض مشاكل البشرة والأسنان وكمان كانوا بيعالجوا حاجات صغيرة زي الخراريج والحروق بيعالجوها بشكل حقيقي ومش محتاجة أتكلم عن معجزة التحنيط طبعا لأن دي مفيش حد ما يعرفهاش لكنها كانت دليل على فهم رهيب أو دقيق لتفاصيل في جسم الإنسان محدش فهمها تقريبا غير قدماء المصريين وكمان كان عندهم طرق لتنظيم الناس يعني طول عمر الحكومات منع المصريين إنهم ما يخلفهم وكان عندهم طريقة عجيبة جدا عشان يعرفوا نوع الجنين في بطن أمه ولد ولا بنت كانوا بيخلوا الست الحامل تتبول على شوية حبوب قمح وشعير ويسيبوا الحبوب ديت كم يوم أو أسبوع إذا الشعير هو اللي نبت يبقى كانت الست حامل في ولد أما لو الأمح هو اللي نبت يبقى الست كانت حامل في بنت مش قادر أفهم ليه بصراحة عشان البنات بيدوا ولولاد سمر مثلا ولا عشان الأمح شعروا أطول من الشعير وطبعا زي ما قلنا عن باقي الشعوب وقتها هتلاقي إن المصريين القدماء هم كمان كانوا مؤمنين إن الأرواح والشياطين لها علاقة بالأمراض وعشان كده الصلاة كانت علاج لمشاكل صحية كتير عندهم وده الله أعلم بقى هل كان بسبب وجود جزء من الديانات السماوية داخل في ثقافة المصريين من أقام سيدنا موسى ولا بسبب إن الكهنة كانوا هم اللي محتكرين مهنة الطب وقتها وكان طبعا من مصلحتهم إن الناس ترتبط بالمعابد وتروح المعابد تدفع وتدبح القرابين في نفس الوقت ده كان الصينيين هم كمان عندهم الطب بتاعهم واللي كان متقدم جدا بالنسبة لغيره لكن كان مختلف كتير عن الطب في مصر القديمة الطب الصيني القديم كان بيعتبر إن المرض بيجي نتيجة إن دايما فيه طاقتين كبار عكس بعض الطاقتين دول بيحربوا بعض ونتيجة كده بيحصل المرض طاقة السماء وطاقة الأرض طاقة الصيف وطاقة الشتاء طاقة السعادة وطاقة الحزن طاقة الحزن طاقة الأرض طاقة حب طاقة المكان نور مبنى التلفزيون كله خبيرة الطاقة الأستاذة الجميلة أنا مبنى وراني أيهما ولسه فيه ناس عايشين معنا مؤمنين بنفس الحاجات اللي كان إنسان ما قبل التاريخ في الصين القديمة مؤمن بيها للأسف ولسه بيحاولوا يقنعونا إن الطاقات السلبية دي هي سبب المرض المهم إن وصلنا من الطب الصيني ده أسامي لناس عملت حاجات كبيرة في تاريخ الطب زي أسرة هان اللي كان أول ناس استخدموا الأعشاب في التخدير وزي الطبيب والجراحة الشهير واو تو أنا عارف إن أنا غالبا بنطق أسامي الصينيين دول غلط فاستحملوني معلش المهم إنه واو تو ده كان أول واحد إحنا نعرفه استخدم التخدير الكلي في الجراحات وزي الطبيب تانج اللي كتب دستور أدوية ضخم جمع فيه أكتر من 1700 علاج كانوا معروفين في عصره وهو أصلا سليل أسرة تانج اللي كانوا كلهم أطباء ووصلنا منهم مؤلفات بتتكلم عن تخصصات مختلفة زي طب الأطفال والعيون والأسنان وطرق التوليد والحقيقة إن الطب الصيني القديم نجح إنه يعالج بعض أنواع العدوى زي عدوى الديدان ويعالج بعض حالات الربو بالإفدرة اللي كان لسه بيستخدم لحد فترة قريبة ويشخص أعراض مرض السكر بغير إن الصينيين القدماء كانوا أول شعب في التاريخ يعمل امتحانات تأهيل للأطباء في القرن الأول الميلادي أما المكان التالت في العالم اللي كان فيه طب متقدم وقتها ولازم نقف عنده وقفة طبعا فهو الطب الروماني أو اليوناني أو الإغريقي واللي كان له نظريات وأفكار وعلاجات مختلفة شوية وهنا حيقابلنا أهم اسم فيه تاريخ الطب القديم كله تقريبا أبو قراط الطبيب اليوناني اللي العرب بعد كده حيسموه أبو الطب الحديث حديث وقتها طبعا لكنه دلوقتي قديم جدا 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 وحاجات كتير منه غلط كمان أبو قراط قال إن المرض هو خلل في الجسم مش في الروح أوبا كلام كبير ده ده كمان بدأ يقول إن الإضطرابات النفسية زي الاكتئاب والذهان والقلق ممكن يكون لها أسباب مرضية جوه الجسم مش مجرد لعنات الآلهة وسحر وشاطين وإن الأمراض النفسية دي ممكن نعالجها زي هذه الأمراض العضوية بالضبط طبعا الكلام ده وقتها كان زيه زي الكفر بالضبط وبدأ أبو قراط يفصل ما بين الطب وتعليمه وما بين الماورائيات والغيبيات وممارسة رجال الدين وكهانوتهم اللي كانوا مسيطرين على الطب وقتها ده كده بقى كفر وهرتقة رسمي كمان بدأ يربط بين الطب وبين النظافة الشخصية وشكل البيئة بتاعت المريض مش محتاج أقول إن أبو قراط قدم لنا إضافات في الطب حاجات منها لازالت بتستخدم لغاية دلوقتي واسأل أي طالب طب عن الكلابينج اللي لو ما أخدش باله منه في صوابع المريض في عمل امتحان البطنة يبقى كده سقط وهيعيد السنة واسأل أي دكتور في العالم عن قسم أبو قراط اللي مهما كان الطبيب درس الطب في أي بلد في العالم فهتلاقيه أقسم قسم أبو قراط قبل ما يلمس أي مريض وقبل ما يبدأ يمارس المهنة المهم بقى أن من أهم نظريات أبو قراط اللي بنى عليها الطب بتاعه هي إن الجسم فيه أربع سوائل أساسية أصفر وأخضر وسود وأحمر عمنا أبو قراط ربط السوائل دي بالكواكب والنجوم وتغير الفصول وكمقتنع إن نسبهم بتتغير كمان مع العمر لكن أهم حاجة هو إن السوائل الأربعة أو الأخلاط الأربعة دول بيفضلوا دايما في حالة اتزان لأن أي اختلال في نسب السوائل دي أو توازنها هو ده اللي بيسبب المرض ورغم إن ده مفهوم ساذج جدا طبعا وغلط تماما للوقت بعد ما الطب اتطور وفهمنا الجسم من جوه عامل إزاي ووظيفه وعرفنا السوائل اللي فيه فعلا وبتعمل إيه لكنه كان ثورة في تاريخ الطب وقته والأهم إنه فتح الباب لدراسة تشريح جسم الإنسان واختبار الأدوية والعشاب عليه فكرة أبو قراط ده كان يعتبر ثورة في عالم الطب لأنه رفض يعتمد على افتراضات الأطباء اللي قبلوا عن المرض والطب رفض علاج المرضى بحاجات وهمية بدون أي دليل وكان من أوائل الناس اللي نادوا بالممارسة الطبية المبنية على الدليل مش على الافتراضات اللي كانت شغالة قبله وييجي بعده الطبيب والفيلسوف أريستو اللي هيكمل المسيرة وهيبقى له دور كبير في إرساء فكرة إن العلاج يكون بناء على الدليل مش على كلام رجال الدين مثلا وكمان أريستو كان يمكن له دور في بدء علم الأحياء والتشريح وعلم الأجنة وهنلاحظ إن الولادة وأمراض النساء ورعاية الرضع وطرق منع الحمل كانت من المواضيع اللي اهتم بيها الطب الروماني في العصر الزهبي لهم وهيستفيد منها وهيكمل عليها المسلمين في العصر الزهبي اللي هيجي بعد شوية وهنلاقي إن كان فيه هنا بدايات محاولات حقيقية لعلاج الأمراض النفسية زي ما كان الطبيب اليوناني أسكريبيادس بيعمل جلسات علاج لمرضى الذهان بالموسيقى والنبيذ وكمان كان عنده وصفات وتمارين لتحسين الزاكرة والانتباه لو أسكريبيادس ده كان عايش اليومين دول كان أكيد حيبقى عنده قناة على يوتيوب وحساب على تيك توك وهتلاقي عنده فولوارز كتير قوي لو أنت مركز هتلاحظ إن فيه اختلافات كبيرة جدا في قناعات ونظريات واعتقادات كل شعب بالنسبة للطب والعلاج عموما حتى تصورهم لشكل الجسم من جوا وطريقة شغله وأسباب المرض كل ده كان مختلف جدا وده ببساطة لإن ما كانش عندهم إنترنت ولا يوتيوب كل شعب كان عايش في قوقعة الواحد وإلى حد ما اللي بيكتشف حاجة وبيتعلم حاجة أو يجربها أو يقتنع بيها ما كانش بينقلها للعالم كله مثلا ونخرج من العصور القديمة جدا دي والتي تعتبر انتهت سنة 500 ميلادية مع دخلنا لمرحلة العصور الوسطى وهنا بقى تتحول ممارسة الطب لحرفة صنعة التعليم الطبي بقى مبني على التلقين والتورين وعشان كده نلاقي إن الطب كان غالبا بينحصر في عائلات معينة عائلات بتتوارثوا من الأطباء أو الحلقين أو رجال الدين اللي واحد بيعلموا للتاني بيعلموا لابنه ويخلوه جوا العيل ونلاقي كمان إن ممارسة الطب صحيب بقت معتمد على الملاحظة والتجربة والخبرة لكن مش مهم فيها قوي إن يكون في دليل قوي أو حقيقي على صحة اللي انت بتعمله المهم إنك تعلمته أو ورسته وجربته أو بتمارسه وانت واثق فيه وإحنا واثقين فيك لأن انت طبيب فبنقبل علاجاتك زي ما هي من غير دليل حقيقي وده اللي خلق أفكار كتير مش منطقية أبدا تنتشر وتعيش لقرون زي مثلا إن الدم بيتبخر ويتكون الدم تاني غيره وزي إن الأمراض المعدية زي الطعون والمالاريا سببهم الهوى الفاسد أو الميازمة مش البكتيريا والجرسيم مثلا اللي قدل الله وطبعا مش محتاجة أقول لك إن صحة الناس كانت في الحديد في الفترة دي ومتوسط عمر الفرد في العصور الوسطى كان من 30 ل35 سنة بينما كان متوسط عمر عمال المناجم 15 سنة بس تخيل تخيل إن 20% من الأطفال كانوا بيموتوا قبل ما يكملوا سنة خمس الأطفال ستات كتير كانت بتموت أثناء الولادة وطبعا مع أن تشرق أوبئة وعدوى زي الجدري والجزام كان وضع تبقى أصعب وكانت الجثث بتملس شوارع ده كمان الطب في أوروبا والعالم الغربي تراجع جدا في أواخر العصور الوسطى وراجع لصورته القديمة علاج بالأعشاب وفصده وخرافات ووسط كل ده التشريح كان ممنوع أو محرم لأن كان بيتقال في أوروبا أن الإنسان اللي تشرح ده لما يبعث بعد الموت في العالم الآخر هتكون أعضاؤه متقطعة ومتبهدلة فكان الأطباء حتى مش مسمح لهم يدرسوا الناس اللي بتموت بتموت ليه فما كانش عندهم أي فرصة حقيقة أن هما يوصلوا لأسباب الأمراض وطبعا كالعادة كان الحل السهل هو اتهام كل حاجة أن هي سبب المرض من أول النجوم والشياطين لغاية الروايح الوحشة والهواء الفاسي وطبيعي أن في البيئة الغير علمية تماما دي نلاقي الأطباء كانوا بيستخدموا علاجات وبيعملوا جراحات تعتبر بمفهومنا دلوقتي جرائم أو كوارث زي مثلا الكوكين أو الكوكاين اللي كان لسه لحد من 100 سنة بس بيتباع في المحلات من غير وصفة طبية الناس كانت بتاخدوا للصداع وواجع السنان زي البانادول لحتى كان بيدخل في مشروبات زي كوكاكولا مش محتاجة أقولك أن نتيجة ده كان فيه أكتر من 200 ألف مدمن كوكاين في أمريكا بس أو زي الهروين واللي كان بيتسوق على أنه علاج آمن تماما للكحة مش بيسبب إدمان لقدر الله زي الأفيون اللي كان وقتها معروف أنه بيسبب إدمان وزي فاصد الدم اللي فكرته بدأت بسبب نظريات قديمة كلها سببت أنها غلط زي نظرية أبو قراط اللي كنت بقولك عليها اللي بتقول أن المرض سببه خلل في توازن سوائل الجسم فلما الدم يزيد إحنا بنحتاج نقلله عشان نرجع نصبه والتوازن السوائل دي وزي نظرية تانية ثبت كمان أنها غلط بتقول إن سبب الأمراض هو وجود سموم موجودة في الدم فلما حنسحب الدم ونرميه حنسحب معاه المرض أو السموم ونتخلص منه ويمكن يكون فاصد الدم ده أحد أشهر طرق العلاج القديمة اللي كانت بتتعامل من آلاف السنين وكمان لسه بتستعمل لغاية دلوقتي بشكل أو بآخر بمسميات مختلفة وطبعا كله بدون دليل علمي وعملت عنها فيديو يمكن بالتفصيل قبل كده لو حابب تشوفه هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو وزي جراحة فصوص الدماغ أو اللوبوتومي ودي بقى رغم إنها مش بتاعة عصور وسطة ولا حاجة لكن لازم نجيب سرتها ده بس من 70 أو 80 سنة انتشرت في أمريكا كانت جراحة عجيبة لعلاج حالات الاكتئاب والقلق كان الجراح فيها بيدخل عصايا معدن رفيعة من العين ويخرم بيها الجمجمة ويدخل في المخ عشان يقطع بعض الأعصاب اللي بتوصل أجزاء في المخ ببعضها وبدون تفاصيل كتير مؤذية للنفس والواحد مش قادر يفكر فيها أصلا كان الجراح بيقطع الجزء المسؤول عن الشخصية والتفكير المنطقي وعن المشاعر الجراح كان بيدمره عشان يقطعه عن باقي الدمار وكان بيتخيل إن ده علاج للاكتئاب طبعا المريب بعدها كانت بتبقى حالته مأساة بيفقد شخصيته وحسيسه وبيفقد كل حاجة ده إن ما ماتش أصلا أثناء أو بعد العملية أو جاله شلل بسبب مضعفتها ده اللي حصل لمرضة كتير بدون أي دليل علمي إن الجراحة دي لها أي فايدة أصلا ده حتى لما كان طبيب ربنا بيهديه ويقول لك أنا هعمل تجارب على العلاج جديد هقول الرجل المحترم هو بيقول هيعمل تجارب علمية كانت التجارب دي غالبا بتكون كارثة في حد ذاته زي اللي عملوا تجربة مرعبة اتعرفت باسم تسكي جي اكسبرمنت وجابوا مجموعة من 399 مريض بالزهري وعالجوا مجموعة منهم بعلاج وهمي وسابوا المجموعة التانية من غير علاج خالص عشان يشوفوا إيه اللي حيحصل للمجموعتين وطبعا المرضى ماتوا كلهم تقريبا اللي تعالجوا بعلاج وهمي واللي ما تعالجوش تخيل 399 مريض غالبان ماتوا وهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل لهم وفاكرين يعيني إنه هم كانوا بيروحوا للدكاترة عشان ياخدوا علاج ده غير المجرم اللي جاب 22 طفل يتيم مالهمش أهل وجرب عليهم تجربة نفسية مجرمة اتعرفت بعد كده بتجربة الوحش أو The Monster Study كان عايز يعرف نتيجة الكلام الكويس والتشجيع على نفسية الطفل مقابل الكلام السلبي أو كلام اللي مش كويس فعمل إيه؟ جاب 22 طفل يتيم 11 طفل منهم يتقلهم كلام كويس طول الوقت ويتمدحوا إن لغتهم قوية وكلامهم ثلث وبيعرفوا يتكلموا حلو 11 طفل تانيين يفضلوا يعيني يتهزقوا ويتشتموا طول الوقت ده أنتم ما بتعرفوش تتكلموا ولا بتعرفوا تجمعوا الكلام وباتهتهوا ده أنتم أطفال خايبين وكلام من هذا القبيل أطفال وأيتام متخيل طبعاً اللي 11 طفل المسكين دول عاشوا يعيني بأمراض نفسية وإعاقات ذهنية طول عمرهم بسبب التجربة دي وده غير التجارب اللي كانت بتتعامل على المساجين وأسرع الحروب والمحكوم عليهم وحتى العبيد اللي متجابين بالعافية من أفريقيا قصص تشيب وممكن تتحكى في عشر فيديوهات لوحدها كانت جرائم رهيبة والمصيبة إنها كلها تعملت باسم الطب والبحث العلمي في المقابل بقى لو سيبنا أوروبا وتخلف اللي هي فيه وروحنا بصين على العالم العربي والإسلامي في نفس الفترة دي في العصور الوسطى حنلاقي إنهم كانوا سابقين الغرب بمراحل وحنلاقي إن لما كانت أوروبا غرقانة في العصور المظلمة كان العرب والمسلمين عايشين عصرهم الذهبي في كل النواحي كان فيه اهتمام كبير جداً بالتعليم والبحث العلمي والترجمة وعلى عكس أوروبا اللي في الوقت ده كانت الكنيسة فيها بتحرم ممارسة الطب أو التشريح أو العلاج بأي طريقة بتخالف قناعات الكنيسة باعتبار إن المرض ده عقاب من الرب وما يلاقي جزل الإنسان اللي يتدخل فيه ويحاول يمنع عقاب الرب كان المسلمين شايفين إن العكس لأ ده المرض ده مشكلة لازم يدوروا على أسبابها وطرق علاجها والقاعدة عندهم كانت الحديث الشريف تداوى وعباد الله فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له دواء مفيش مرض إلا وتدور له على الدواء وفعلا قدر علماء المسلمين يستفيدوا ويتطوروا العلم اللي وصلوا علماء اليونان زمان وبدأ المسلمين يقلفوا كتب وموسوعات ترجمها الغرب بعد كده للغات كتير زي موسوعة الطب اللي بن سينة ومؤلفات الرازي وابن النفيس اللي وصلت لأكتر من أربعين مؤلف في علم وظيف الأعضاء والأجنة والعيون وحتى علم النفس وبعد ما كان المرضى بيتعالجوا في المعابد في مصر القديمة وفي اليونان وبعدها الدنيا اتوارد شوية وبعدهم أماكن خاصة بيتعالجوا فيها مثلا في الدولة البيزنطية وفي أوروبا في القرون الوسطى قدمت الدولة الإسلامية أول نظام مستشفيات حقيقي في العالم يمكن أشبه بالمستشفيات اللي احنا نعرفها دلوقتي واللي كان اسمها البيمارستان كلام ده بدأ تقريبا في القرن السادس الميلادي بقى فيه صيدلية جوه المستشفى بقى فيه نظام لدراسة الطب جوه المستشفى وبقى فيه قواعد ونظام للنظافة العيادات وقوض الجراحة وغيره ومع أن ما كانش لسه فيه تفسير واضح لطريقة انتقال العدوى وأسباب المرض لكن أطباء المسلمين كانوا عارفين أن الأمراض المعدية مرتبطة بشكل ما بالتلوث وده خلاهم يهتموا جدا بالنظافة ويربطوها بالصحة وبالعلاج وأكيد كلكم سمعتوا القصة المشهورة لما أحد الخلفاء طلب من الطبيب الرازي أنه يكون مسؤول عن بناء أحد أكبر المستشفيات في العاصمة بغداد شوف الجمال يقول لك أحد الخلفاء طلب من الطبيب الرازي هو والله يا قصة كده يعني إحنا مش عارفين اسم الخليفة لكن عارفين اسم الطبيب الرازي حاجة جميلة والله لما كنا عايشين عصرنا الذهبي كان الاهتمام والاحترام للطبيب أو العالم أهم من الاهتمام والاحترام للحاكم نفسه المهم الرازي أخذ كم قطعة لحمة كبيرة وعلقها في أماكن مختلفة من بغداد وسبح كم يوم وبعدين لف عليهم تاني يشوفهم وقطعة اللحمة اللي لقاها أكتر واحدة لسه سليمة وكويسة وما عفنتش حدد مكانها عشان ده المكان اللي يتبنى في المستشفى هو ما كانش عارف أنواع البكتيريا والفطريات والفيروسات والجراثيم لكنه كان فاهم كويس إن أكتر مكان نظيف وما فيهوش أسباب تخلي اللحمة تتعفن هو ده أفضل مكان يتعالج فيه المرضى ونطلع من القرون الوسطى ونوصل لقرن السبعتاشر الميلادي ومع بداية خروج أوروبا من تحت سيطرة الكنيسة تبدأ أوروبا تنور وتبدأ اكتشافات ونظريات مهمة تطلع منها زي ويليام هارفي اللي اكتشف الدورة الدموية وزي الدم بيلف حوالين الجسم سنة 1628 ولويس باستير اللي أثبت إن الجراثيم هي اللي بتسبب الأمراض سنة 1864 وزي اكتشاف الفيروسات واكتشاف فكرة اللقاحات والتطعيم 1796 واللي حكينا قصته مع إدوارد جينر وصارة والبقرة بلصم في فيديو أدرار التطعيمات وكمان بعد كده بعض التطعيمات هتبقى إجبارية في دول كتير زي ما بريطانيا عملت 1853 مع تطعيم الجدري واللي بسببه بعدها يختفي مرض الجدري تماما واللي كان بيبوت مئات الملايين من البشر قبلها ويجي مع الكلام ده في نص قرن التسعتاشر اكتشاف التخدير واللي خلى الجراحين يقدروا يعملوا عمليات ويعالجوا أمراض ما كانوش بيقدروا يقربوا منها قبل كده ومع نهاية القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين تبدأ ثورة جديدة في عالم الطب مع اختراع المايكروسكوب احنا مش بس بقى عندنا نظريات قوية بتقول إن في كائنات دقيقة بنسميها الجراثيم وبنقول إنها بتسبب الأمراض لا ده احنا بقى قادرين نشوف بعينينا الجراثيم دي عايشة وبتتحرك وبتتكاثر ونفرق أنواعها من بعض وكمان نجرب عليها مواد مختلفة ونشوف ايه الحاجات اللي بتموتها وعرفنا بقى إزاي إن تنظيف الأدوات الجراحية بالكحولة أو بالأحماض أو حتى بالصابون بيموت كتير من الكائنات دي طبعا انت بتتكلم في نقلة رهيبة في عالم الطب والجراحات الجراحات اللي بقت بتتعمل والناس بتعيش بعدها بدل ما تموت وده بحد ذاته كان شيء غريب وتيجي الثورة الصناعية والطب يتنقل لمكان تاني خالص بقاش الدكتور قاعد في قوته بيفكر على ضوء الشموع ويتفلسف ويفكر وينظر إيه هي أسباب الأمراض وإيه اللي ممكن يعالجها ده الدكتور بقى قاعد في معامل مجهزة وعنده أجهزة بيئيز بيها كهربة القلب وكهربة المخ وأشعاد بيشوف بيها جوا الجسم وده كان السبب أن نفهم لأول مرة بالدليل أن الصرع أو الولد اللي قاعد بيتشنج وعينه بتتقلب لفوق ده ده عنده لغبطة في كهربة المخ أو كهربة زيادة مش مجنون ولا فيه جن لابسه وأن الطفل المريض بالسكر نقدر نعالجه بحقنة إنسولين مش نحرمه من الأكل لغاية ما يموت زي ما كان بيحصل قبل كده ونعرف كمان مع اكتشاف المضادات الحيوية أن الأمراض المميتة والمعدية اللي ما كانش لها أي علاج ولما حد كان بيصاب بيها كنا بنعزله عشان ما ينشرش المرض ونبدأ نجهز مراسم دفنه أمراض زي الطعون والجثام والسل والتيفود والكوليرا نعرف إنها طلعت أمراض لها علاج وممكن تخف تماماً وفي بعض الحالات بيكون العلاج ده مجرد حبيتين مضادة حيوي وخلال يومين المريض يرجع زي الأول طبعاً لو قعدت أتكلم عشر ساعات عن التطور اللي حصل في الطب نتيجة اكتشافنا الأشعة إكس سنة 1895 مستحيلة خلص ناس كتير عارفة أننا بنستعمل الأشعة إكس دي في العلاج وفي تركيب الأساطر وغيره لكن اللي ناس كتير ما تعرفهوش هو إن هي هي أشعة إكس دي هي اللي احنا طورناها كتير لغاية ما بقت دلوقتي حضرتك بتروح تعمل أشعة مقطعية عالية الدقة بالصبغة تشوف بيها كل شعيرة دموية في قلبك وفي رئتك وفي مخك كل مليمتر في جسمك بقى أقل ضرر بقى على الكلة وبقى أقل لجرع التعرض للإشعاع وصلنا للرنين المغناطيسي وكمان وصلنا للمسح الزري وبقى ما فيش تقريباً نقطة جوى جسمك مستخبية وما نقدرش نشوفها بوضوح عالي وبالتفصيل بدون ما نمسك مشرط أو نفتح أي فتحة جوى جسمك أما بقى لو فتحنا فتحة صغيرة قد كده يبقى ممكن ندخل بقى منها بمناظير وأساطر وجراحات مايكروسكوبية حتى بتتعمل جوى الشرايين والأوردة الصغيرة لجوى جسمك وبيبقى الجراح أو طبيب مناظير بيتفرج على جسمك من جوى حتة حتة بالألوان وبيصلح وبيخيط وبيعالج وبيلزق فيها وانت قاعد صاحي مش حاس بحاجة والمنظر شغال جوى جسمك ولتلك أنا بقى على اختراع رسم القلب ولا اكتشاف فصائل الدم ولا الموجات الصوتية ولا رسم الخريطة الجينية ولا مشروع الجينوم البشري ولا ولادة أطفال الأنابيب والحقن المجهري وزراعة الأجنة كل الاختراعات اللي خلت الناس يخلفوا بعد ما كانش عدهم أمل يجي لهم طفل ولا حكيت لك عن غسيل الكلا وزراعة الكلا للمريض اللي كان بيموت بدون علاج لما كليته تفشل وزيها زراعة القلب والكبد والبنكرياس وزراعة الجلد وزراعة الوشش وزراعة الرحم ولا مضخة الإنسولين اللي بتحس بنسبة الجولوكوس في الدم وتدي إنسولين بس لما المريض يحتاجه ولا مقص الجينات كريسبر اللي بيعالج أمراض جينية ما كانش لها علاج قبل كده ولا قلت لك على إيه ولا إيه ولا إيه ويمكن أكون قلت لك صحيح إن الثورة الصناعية لها دور كبير في إن الاختراعات والاكتشافات والعلاجات دي كلها تظهر لكن الدور الأكبر والأهم كان بسبب ظهور حاجة اسمها الطب المبني على الدليل وده حكيته قبل كده بالتفصيل في فيديوهين زراف جدا ومهمين جدا 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 لازم تشوفهم لو ما كنتش شفتهم وحسيب لك الرابط بتاعتهم في وصف الفيديو اعتماد فكرة الطب المبني على الدليل ده خلت داكاترا ما يقدروش يعالجوا المرضى بأي كلام اللي كان بيبيع الوهم للمرضى ويعالجهم بعلاج مش بيفيد ما بقاش يقدر يعمل كده ده حتى لو عالم حقيقي محترم اسم عالمي كبير فاز بجائزة نوبل قبل كده حاول يزور دليل علشان يثبت حاجة في الطب وهي مش حقيقية بيتعاقب ودراساته بتتسحب تمنع من النشر وبيتفضح بغض النظر عن تاريخه وجوائز نوبل اللي اخدها زي ما حصل مع الباحث المشهور اللي اخد جائزة نوبل في الطب سنة 2019 جريج سيمينزا واللي اتسحبت اوراقه وأبحاثه وتفضح لما حاول يزور حاجة في بحث علمي بينشره مش مهم انت مين ومش مهم خبرتك ايه في الطب بالمهم تقدم علاج حقيقي متجرب بجد ويفيد الناس وعليه دليل سليم وعشان كده في هرم الطب المبني على الدليل هتلاقي اقل حاجة تحت في قاع الهرم وتقريبا بملاش اي ايمة هي رأي الخبراء الاكسبرت اوبينين تخيل رأي الخبير مهما كان ملوش ايمة تقريبا جنب الدليل القوي كل علاج او عملية او حتى نصيحة طبية بنقولها للناس بقى لازم يكون الاول ثبت انها فعلا مفيدة وامنة ومتجربة في المعمل وعلى حيوانات التجارب وعلى بشر تانيين في ظروف رقابة شديدة قبل ما نقولها للناس او نعالج حد بيها ما بقاش فيه فرصة للعك اللي كان بيحصل قبل فترة الطب المبني على الدليل ده انه يحصل تاني لكن للأسف ده مش معناه ان الناس كلها دلوقتي بتعالج بالطب المبني على الدليل بالعكس فيه ناس بتتاريق وبتسخر من فكرة الطب المبني على الدليل ده مع ان هما مش فاهميني يعني ايه اصلا وتقدر تتفرج على الفيديو ده اللي بيحكيه الدكتور الصديق العزيز الجميل الدكتور محمد ياسر عشان تفهم الفكرة كلها يعني من الآخر مع الثورة الصناعية ومع اعتماد فكرة الطب المبني على الدليل اختراعات وعلاجات كتير ظهرت في اخر مئة سنة غيرت شكل الطب وكل يوم فيه اختراع جديد بنقرأ عنه في مجلة علمية او طبية انه بيتجرب وبعد كم سنة تلاقي كل الاطباء بيستخدموه ويكون سبب في نهاية مرض ما كانش لها اي علاج قبل كده طبعا هتلاقي ناس متشككة ومقتنعة ان كل اللي انا قلته ده كلام فاضي وان الطب ما حسنش حياتنا ولا حاجة وان بالعكس ده الامراض بتزيد ويقول لك ده الناس دلوقتي صحتها بقت اسوأ من الاول وان الامراض دلوقتي اكتر وتلاقيه بيتابع شوية اتنصبين لبسين شيك بيقولولك اننا نرجع لعلاجات زمان عشان صحتنا تبقى احسن ورغم اني رديت على الكلام ده بالتفصيل وبالدليل في فيديو السرطان الحقيق والمؤامرات ولازم تشوفوا لو ما شفتهوش لكن انا هنا هقول لك حاجة واحدة بس تعال اقارن بالارقام لان العقام ما بتجذبش بص على متوسط عمار البشر فاكر لما شفنا ان متوسط عمار الناس في العصور الوسطى في اوروبا كانت حوالين التلاتين سنة طيب في القرن التسعتاشر بقى مع الاكتشافات اللي حكيتها لك في الطب وفي العلاج وصل متوسط عمر الانسان لتنين وخمسين سنة متخيل الانسان كسب عمري فوق عمره تقريبا لمجرد انه ما بقاش بيموت من الامراض السهلة زي الاسهال والخراج والحمة طيب كمان ميت سنة مع نهاية القرن العشرين ومع تقدم الطب اكتر واكتر متوسط عمر الانسان وصل لتلاتة وسبعين سنة للراجل وتمانية وسبعين سنة للست متخيل في ميت سنة بس تقريبا الواحد بقى بيعيش قد عمر جده مرة ونص اما بقى دلوقتي ومع التطور الرهيب بتاع اخر ميت سنة ففيه شعوب متقدمة زي اليابان وسويسرا واستراليا متوسط الاعمار فيها بيعدي لخمسة وتمانين سنة مش عارف رايحين على فين بعد كده او يمكن عارف خلال السنين الاخيرة مبقاش الكلام عن الـ ولكن بقى الاهتمام كله بالـ أو جودة الحياة يعني لما نلاقي اننا بقينا شطرين قوي في اننا نعالج الامراض اللي كانت بتموت الناس فالانسان بقى يعيش اعمار اطول لكن في نفس الوقت نلاقي كمان ان السنين الاخيرة اللي الانسان بيعيشها في اواخر عمره بيكون تعبان وقعيد وعنده خرف شايخوخة وغيره يبقى ده معناه اننا عارفنا نعالج القلب من الجلطة اللي كانت بتموته لكن ما عرفناش نعالج المخ والمفاصل والأوعية الدموية والأعصاب من الشايخوخة اللي بتحصل لهم ويمكن ده موضوع كبير وحساس واتكلمت عنه في فيديو الواحد وقبل كده وليه جوانب اخلاقية مع قدة شوية لو ما شفتوش لازم تتفرج عليه بعد الفيديو ده انت بتكتب اسامي الفيديوهات اللي انا بقولك عليه دي ولا مش تكتب انا قلت لك على كام فيديو تتفرج عليهم لغاية دلوقتي وانت شفاك سبعة سبعة فيديوهات تخلص الفيديو ده وتروح تتفرج عليهم على طول انا اعيد لك اوه ما شوف الاتجاه دلوقتي بأننا نهتم بجودة حياة المريض بتقليل قلم المريض بتحسين نفسية المريض بل احيانا باننا ندي علاج تلطيفي كويس يريح المريض وهو بيموت بدل من اديه له علاج شديد ومتعب عشان بس نحاول نخليه يعيش ايام اطول لكن وهو بيتقلم وطبعا مع الاهتمام بجودة الحياة زاد الاهتمام بالطب الوقائي البريفنتف ميديسن اللي بيخلينا نشخص المرض بدري وهو لسه في اوله والاهم اننا نمنع حدوث المرض اصلا حتى قبل ما يحصل باننا نعالج اسبابه فالطبيب يقول لك العب رياضة وانزل في الوزن لو زايد علشان ما يجلكش امراض السمنة ويقول لك اضبط كمية الملح في اكلك وما تشربش حكوحليات ولا سجير عشان ضغطك وكبدك وقلبك ويقول لك اشرب مية كتير وما تاخدش مسكنات عشان تحافظ على كليتك وتعيش معاك اطول وقت ممكن وهكذا وبدأ يظهر كمان اتجاهات جديدة في الطب كل واحد منهم فيه انجازات مبهرة وكل واحد منهم بدأ يعالج امراض ما كانتش بتتعالج قبل كده باتكلم عن طب الدقة اللي هعمله فيديو قريب ان شاء الله والاجسام المضادة وحيدة الخلية والعلاج الجيني او العلاج بالجينات اللي حاليا بجهز فيديو عنه هتشوفه اول ما ينزل لو حضرتك مشترك في القناة والعلاج بالخلية الجزعية اللي عملت عنه فيديو وحاسب لك الرابط بتاعه وفي وصف الفيديو بصراحة جديدة تفتكر اخر مرة تعملت فيها مع دكتور تفتكر تعامل معاك باي نوع من انواع الطب ده طب المبني على الدليل ولا حاجة تانية لكن دي مش نهاية تطور الطب ولا احدث حاجة وصلها بالعكس الثورة الحالية واللي لسه في اولها وغالبا هتغير شكل الطب في العشر سنين الجايين هي صورة الزكاء الصناعي واللي تقدر تشوف بنفسك بشايرها وازاي غيرت شكل الطب النهاردة في المستشفيات في الفيديو ده اشوفكم في الفيديو الجاي سلام عليكم